أحزاب المهالات تشق عسى الطاعة وترفض المشاركة في مشاورة بن صالح في خرجة لم تكن متوقعة أحزاب يبدو أنها تبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهها أمام الحراك الشعبي والخيار كان الانقلاب على نفسها ومنها من يمضي لإعادة ترميم حزبه الذي دخل في صراعات هذا مشكل عنده علاقة مباشرة بما يحدث أن الأزمة في جبهة الوطني همشت تقريبا وحيدت وكل الهيئات هذا من اختصاص هيئة تسمى اللجنة المركزية للأسف اللجنة المركزية هذه جمدت وأفرغت من محتواها منذ 22 أكتوبر 2016 هذا الموضوع لو كان الحزب موجود قائم كان يقول فيه الاختصاص إلى هذه الهيئة وهي اللي تعطي توجيهات ويكون الأمين العام ممثل للجنة المركزية ويقدر يتحدث باسم الحزب جبهة الوطني في هذا الموضوع نخرج من الأزمة عندما تصبح لدينا قيادة شرعية سنعود إلى هذا الموضوع وسنتكلم فيه بكل مسؤولية غياب أحزاب السلطة عن مشاورة بن صالح وضع السلطة في حرج في ظل مقاطعة شبه شاملة للطبقة السياسية الحرك شعبي فرض نمط التوجه الجديد لدى الأحزب السياسية فمنها من أرادت ركوب موجة الحراكة ومنها من أهلكتها الصراعات وغيرت توجهها فلا هي بالمولية ولا هي بالمقاطعة ولهي أيضا بالمقبولة في الشارع شكرا شكرا